النهاردة على سبيل المثال للحصر ولازم تقعد تفكر في هذه الزيارات أو في هذه اللقاءات وهذه الاجتماعات استقبل فخمة الرئيس عبدالفتح سيسي في الاتحادية رئيس كرواتيا زورا ميلانوفيتش طيب تعالى نعد مع بعض الرئيس بخلاف المباحثات المنفردة ودي بيبقى بالتأكيد جزء منها لا يعلى للصحافة ولا للمواطن بيبقى حاجات شديدة الحساسية ما بين زعماء البلاد طيب لكن في المباحثات الموسعة لما بين البلدين وبالنسبة احنا بكرواتي علاقتنا كويسة جدا فيها تفاهم وفيها تقارب رائع والحمد لله في تقريبا يعني يجي 95% من وجهات النظر اتكلمنا في ايه اتكلمنا في القضاء الفلسطينية واتكلمنا في الازمة الروسية الاوكرانية واخد بالك اننا بقولك بصغط الجامع باعتبرنا ان احنا بلاد دول انظمة كبرات يعني فاتكلمنا في الازمة الفلسطينية او في اسراع العربي السعوديني في المنطقة واتكلمنا في الازمة بتاعت روسيا واوكرانيا واتكلمنا بالتأكيد على العلاقات المتبادلة ما بين البلدين مصر وكرواتيا واتكلمنا بالتأكيد على التعاون المشترك ما بين البلدين فيه تعاون سابق وفيه تعاون حالي وفيه تعاون مستمر ولو عاوز تاخد بعضك وترجع على التاريخ كان جزء من الكلام هو انه ازاي احنا المواقف المتبادلة ما بيننا عميقة لدرجة انه ما عارفش كلنا نعرف ده ولا لا مصر استضافت الالاف من المواطنين الاوكرانيين في مخيم الشط ايام الحرب العالمية التانية لما كانت الحرب تعصف باوروبا حرب جابت اوروبا على الارض طب النهاردة احنا بنتكلم على ايه بنتكلم على ازاي نقدر ناخد خطوات اكثر اثمارا في تعزيز وتنمية العلاقات السنائية دي في مجالاتها بقى المختلفة بحيث ان كرواتيا تبقى مبسوطة والشعب الكرواتي مبسوط مصر مبسوطة والشعب المصري مبسوط فنبدأ نشتغل على ايه بقى؟ تكسيف زيارات متبادلة على مستويات مختلفة نشتغل بقى سوا بشكل اكثر كسافة بشكل اكثر فاعلية وزي ما كنت بقولك كده اكتر من ملف تم استعراضهم فيهم الاهتمام المشترك والحقيقي بما فيها الجهد المصري فيه مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والارهاب واللي هي فعلا وبشغل حقيقي وفعلي ومشهود وارجع بالمناسبة حتى للبرلمانات والحكومات الاوروبية اللي بتكلموا على مصر قامت بجهد قد ايه كبير وهام واصيل وجزري في وقف الهجرة غير الشرعية وطبعا في الحد من الارهاب اشادة حقيقية سواء اذا كانت من الرئيس الكرواتي او من المجتمع الاوروبي بشكل عام والاتحاد الاوروبي بشكل هام جدا زي ما كنت بقولك وطبعا الرئيسين اتكلموا على قضايا الشرق الاوسط على رأسها قضيتنا المركزية فلسطين وتم التوافق بشأن اهمية تكثيف جهود المجتمع الدولي واحد شنال اوضاع تهدأ اتنين نحتوي التوترات الاخيرة ما بين الجانبين تلاتة وده مهم جدا تأكيد موقف مصر بشأن تسوية عادلة لهذه القضية من خلال حل الدولتين اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية المبحثات بتأكيد اتكلموا عن الازمة واللي حصلة ما بين روسيا واوكرانيا والحرب الدائرة الريس اكد خد بالك بقى دعم مصر لتغليب الحوار تفعيل كل السبل اللي تؤدي الى تهدئة والتوصل لحل سلمي لهذا النزاع